نعم طيب سيد أحمد أيضا نبقى في باكستان ولكن مع أمر آخر شغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا وانهالت الدعوات بالرحمة والمغفرة لمهندس البرنامج النووي الباكستاني الذي فقده العالم الإسلامي بحالة كبيرة من الحزن ولكن بحالة كبيرة أيضا من الفخر بما قدمه هذا الرجل الفاضل المهندس عبد القدير الذي توفاه المولى عز وجل عن عمر النهزة الـ 85 عاما يمكن هو حصل على بكاليريوس الهندسة من دولة الهولندية في عام 1967 ثم بعد ذلك حصل على الدكتوراه من بلجيكا طبعا هو من مواليد 1936 في الهند ولكنه رحل إلى باكستان في عام 1947 هو عائلته طبعا هو مهندس البرنامج النووي الباكستاني وقام بهذا الأمر في عام 1998 وسبب حالة كبيرة من الفخر والاعتزاز للعالم الإسلامي أجمع ليس فقط للدولة الباكستانية هذا الرجل الفاضل شهدت جنازاته حشود ضخمة وحشدة من جانب أهل باكستان كي تودع هذا البطل مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان الذي يعتبر بطل وحق للأمة الإسلامية وليس للشعب الباكستاني فقط باكستان هي الدولة النووية الإسلامية الوحيدة والتي قامت بفعل هذا الأمر من أجل ردع الجارة الهندية العدوانية أمام حضرتكم حشود هائلة من قبل المودعين للمهندس عبد القدير خان رحمة الله عليه برغم من هطول الأمطار بكسافة في هذا التوقيت ولكن الجميع كان لديه حرص شديد على الحضور أمام حضرتكم صلاة الجنازة وكلنا أمل بأن المولى عز وجل بإذن الرحمن يرحم هذا البطل عبد القدير خان أمام حضرتكم صورة للبطل المسلم عبد القدير خان الذي جلب العزة والفقر للدولة الباكستانية والعالم الإسلامي باكستان هي سابع دولة في نادي الدول التي لديها سلاح نووي